وطبعاً يعني مشروع المهم جداً هو طبطين الترع وده اللي بتقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروع طبطين الترع واللي فيه مجهودات كبيرة جداً عشان نوفر المياه للري وتبقى موجودة للمزارعين وتسهل كل طرق الزراعة وعشان كده هينضم إلينا النهاردة زي ما باسم قال المهندس طارق اللبان مدير مديرية الريب ومحافظة الشرقية صباح الخير على حضرتك صباح الخير يا فاند صباح الخير بحضرتكم ونورتونا في محافظة الشرقية شكراً لحضرتك يعني لو ممكن حضرتك في البداية تحكي لنا عن أهم الجهود والمجهودات اللي تمت لمشروع طبطين الترع في محافظة الشرق أحب أعرف لسادة المشاهدين أن محافظة الشرقية من المحافظات الزراعية الكبيرة زمامها حوالي مليون فدان بتعتمد على الزراعة بنسبة كبيرة جداً إحنا هنا بالنسبة للمشروع القومي لتأهيل الترع لنا نصيب كبير جداً إحنا مقارن هنا في المرحلة الأولى ربعمية وخمستاشر كيلو بتكلفة مليار وربعمية مليون جنيه نفذنا منهم حوالي 43% على مستوى المحافظة والعمل على قدم وثاق وإن شاء الله ننهي المرحلة في معادها إن شاء الله نتكلم بمحيط مركز الحسينية اللي هو ضمن مغادة حياة كريمة هو من المراكز المهمة اللي عندنا لإن هي فعلاً مراكز كانت بتعاني جداً من مشاكل المياه فيها نهاية الترع نهاية الترع دي كان فيه صعوبة وصول المياه كان فيه المحاصيل بتبقى مش جيدة إحنا بالنسبة للمبادرة دخلنا 35 ترع في مركز الحسينية الواحد يعني بتكلفة حوالي 570 مليون جنيه إحنا حالياً نشغلين في 21 ترع من 35 والباقي حيدخل المرحلة القادمة نفذنا منهم حوالي 27% إحنا كان عندنا ترع بتعاني معاناة رهيبة في مركز الحسينية في مشروع التأهيل حاسم مشاكل كتيرة جداً ويمكن المنتفعين على أرض الواقع يعني يمكن لمسين الحلول الموجودة سرعة وصول المياه للنهايات وفرنا مياه ساعدنا في حل مشكلة البطالة لأن المشروع التأهيل للترع ده مشروع كسيف العمالة كمان أنا حسنت البيئة إحنا كان عندنا ترع مستبحرة خالص مليانة حشايش ومكان خصب أو بيئة والقوارد وخلافه طبعاً إحنا حولنا الترع للبطانة دي البيئة نظيفة فده يعني المشروع له فوض كتيرة جداً بقى يا فندم على المزارعين لأن زي ما احنا قلنا طبعاً هو المشروع المستفيد الأكبر منه هو المزارع طبعاً المنتفع هو المستفيد رقم واحد لأن أنا عندي دلوقتي المنتفع اللي في نهاية الترع بتوصل له المياه زي اللي في الأول محصوله تحسن يبقى زي كده أنا حسنت دخله تاني حاجة لما وسعت له الطرق بقى فيه سهولة حركة محصيله ومعداته وآلاته إنها توصل تتحرك على الجسور لا كانش فيه جسور يتتحركوا عليها علت سعر أرضه يعني المنتفع في حالات كتير محصوله تحسن لأن المياه بتوصل له الوقت يمكن في ستة ساعات بجيب بوصل المياه للنهاية فده يعني المرضود الكبير جدا هو عليه هو بالإضافة لتوفير المياه فالمشروع بصراحة كان حلم إحنا كمهندسين راي فعلا شايفينه حقيقة دلوقتي على أرض الواقع طيب لو حضرتك تكلمنا عن أهمية المشروع ده في إدارة وتوزيع المياه بعد تبطين الترع في الشرقية حضرتك طبعا المشروع ده بيساعدنا جدا دلوقتي في توزيع المياه إزاي أنا كنت عشان أوصل المياه لنهاية الترع لازم أدي منسوب كبير جدا عشان يديني ضاغط يوصل للنهاية لأن فيه عواقق فيه استبحار في الترع فيه حشايش فيه مخلفات فيه يعني معواقق كتير في الترع لما أنا بطنتها الكلام ده كله اتقضى عليه فبدأت المياه توصل خلال ستة ساعات فأنا بدأت أقلل في المنسوب اللي أنا عاوزة تديه للترع بحيث أن المياه بتوصل بسلعة فأصبح أنا معادش عندي مشكلة مياه يعني إحنا السنة دي الحمد لله عندنا موسم الصيف بلا مشاكل صراحة في مركز الحسنية بالزات ده كان أكتر مركز عندي فيه مشاكل فالحمد لله إحنا السنة دي طبعا إحنا شغالين في المشروع شغالين في واحد وعشرين ترع مش خلصناهم كلهم لكن فيه فيه منهم خلص وفيه منهم تحت التنفيذ لكن مرضودهم على أرض الواقع الفلاح والمنتفع لمسه طيب إحنا بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا باش مهندس طارق اللبان مدير مدارية الرأي بمحافظة الشرقية شكرا على كل هذه الأخبار وعلى كل هذه الإنجازات طبعا 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 بالنسبة للمبادرة حياة كريمة إحنا عندنا 13 كبري بيتم إحلالهم متجددهم وبتقوم بالهيئة الهندسية بالتنفيذ وهم حاليا شغالين في 13 كبري ما بين عمل جسات وتصميمات وتجهيز حدادة وعمل تحويل وال13 موقع مفتوحين ده برضه حبيت أضيف إن ده ضمن المبادرة لأن يعني المركز ده كان مركز محتاج خدمات كتير فمش على قد التأهيل بس لأ ده إحنا كمان دخل معنا في المبادرة 13 كبري